موسيقى موسيقى جمال همراس موليد ملينت الريباط بمجرد الشغل في المجال الموسيقي عازي فعود ومطرب موسيقى لديه من حفلة كانت أعياد العرش كانت نغني فيه مكتب عندي جميل سنين، سبع سنين مع المدارس ومن بعد في السنة الأخرى سنة كانت برنامج الميزيكا دي رجاء كنا قال لي ولي في إيداع الأولى ومن بعد شاركت في برنامج في إيداع الأولى والثانية كذلك برنامج نادي الشباب برنامج نور مغاد وكانت شارك في بعض المهرجانات التي كانت تكونوا على السعيد الإقليمي والوطني كانت مجموعة البرامج نغمواتي، ألحان برنامج معصار مهرجانات كذلك مجموعة من المهرجانات التي كنت شارت فيها مهرجان الريباط مهرجان الوازين مهرجان ويسلان كانت مسيرة كانت مسيرة الحمد لله فيها مجموعة المحطة كل محطة لديها تجربة موية بالنسبة ل الحمد لله أن عندي العمل ديالي هو في المجال الموسيقي كان ندرس الموسيقى ولكن ما رقيتش مشكلة في الدمج ما بين العمل وما بين الموهبل ديالي يعني الغناء يعني تقريبا كيكبو في نفس استيجاه يعني الموسيقى والغناء وك بالتوازي مع الدراسة ديالي في الموسيقى في الموسيقى لقد درست سنوات في الموسيقى وكملت دراسة ديالي قلت دعم الدبلوم ديالي ولتحق التدريس يعني التعليم في وزارة التربية وطنية وزمان الحمد لله ما كانش عوائق يعني كان نشتغل حتى في العمل ديالي كان نشتغل في الموسيقى يعني كان ندرس الموسيقى كان كان بلو ديالي مجموعة صوتية التلاميذ يعني دائما في مجال غناء دكشاش ما نخدش مشكلة ما بين احتراف ديالي ك في الغناء وما بين نعمل ديالي اخر كان اخر سنجل اللي عملته هو من الكاميرا من الكراجل اللي كيتكلم على المرأة ولا الضغط دياله ولا التعب ديالها وحاولت خديته بشكل جديد يعني بألحان جديدة بتوزيع جديد يعني بتوزيع شبابي باش يزيد يوصل يعني للشباب اكتر ومعرفوا الدور ديال بصيفة عامة الام الاخت الزوجة يعني الدور ديال المجامع وكيفاش يعني المجامع خديت واحدة صورة مبساطة على المرأة بصيفة عامة والحمد لله خدا نجاح وزعما يعني خدا كتير يعني بزاف الناس يعني عجباتهم الأغنية وكان رسلوني بزاف الناس تكلموا معايا بلاذا ما كانت عندها إخبار الكبير والموضوع يعني بصيفة عامة يعني بصيفة يعني بصيفة خاصة يعني المرأة يعني صغير وتربي لأنها تخرج العامة لأنها يعني 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 يسم يسم المعاني دي قيمة كبيرة يعني 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 نصف المشكلة بسبب العائلة ما الحمد لله ما يقلش هذه المشكلة أغمانا يدعموني معناويان رمض صعوبة لأنني أخبرني هنا الموسيقى صعبة لأنها لا تكون في الدار تسافر تساهر بالليل الوقت ليس بحل الناس يعني الناس مثلا موظف يخدم و يجي الظروف و حد لوقيتها أنت كنت تخدم و تجي و تعود و تعود و تعود و تخرج و عندك شو وقت محدد يعني تخدر تجي مع الجوز الصباح و الربعة و تضط ناشتات السماء و لا يوجد يعني صعيب ولكن الحمد لله كين واحد تفهم لأن احتل عائلة دي لبسفة عامة عائلة فنية يعني تلع أخ عيالي كان الفنان و في المجال الموسيقي و أستاذ المنشحات و كان معا أحمد البيضاوي و أقومي في السبعينات و الثمانينات و عندي الأب ديالي كان ماذيح و صاحب صوت جميل و عزيفناي بوقم ما مرقيتش مشكلة يعني الموسيقى كان في الدم عندي أخوتي كعز هو الألات المتعددة العور الهيقار يعني شي ويراتي ويراتي معمد الله بالنسبة للتقليد التقليد يعني هو اللي عملته كثير في المصار ديالي يعني غنيت أغانية باللهاب أغانية مكلتوم أغانية بخياط مجموعة من الأغانية يعني غنيتها يعني كانوا التخصص ديالي في الأول يعني الطارب مغريبي و زيما الحمد لله غنيت قدم مغنين يعني قدم عدد الدكالي مثلا كانت أغانية رأييه كانت أغانية مرحين كبير و كانت أغانية رأييه و كانت أغانية بخياط حيث أنني كنت في المجال الموسيقى يعني كعازي في الشغل مع فنانا الكبار ديالنا رجع بن المليح لأرحمها سامي رسعيد يعني الحمد لله كانت عندي كتصغير بديت على خمستاشر عام دخلت العالم احتراف في الموسيقى لذلك بالنسبة للتقليد ديال الأغانية كانت الحمد لله كانت موفق فيها ما الحمد لله من الصغير والألة اللي قريتها و درستها درست في عشر سنة و هتستخليش فيها الديبلوم ديالي هي ألة العود في التوازي كان عزفنا ألة القيتار ألة البغلانا هي ألة توركية ألة الأورك يعني ألة إيقاع يعني الرق و الدربوكة و كمولين مجموعة بحكم كان درست الموسيقى يجب أن تكون مولين بالآلات مجموعة من الآلات الموسيقية وهو الرسالة الصراحة اللي كان بريد أن أصل هي أن الفن هو نعمة عند الله نعمة كبيرة و كان قدروا نبنيو بيه موج جامع و كان قدروا خسروا بيه موج جامع لذلك الفنان خسروا يحمل رسالة الرسالة تكون نبيلة و خصوية يشتغل على مواضيع اللي حاول يصلح بها المجتمع يعني ما تكون مواضيع فقط الغناء من أجل الغناء فقط و الغناء من أجل إصلاح من أجل تقلب على مواضيع موعيينة و تشتغل عليها باش تكون على الأقل واحد الفاعل في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر